نتكلم بقى النهاردة عن الفقرات بتاعتنا هيكون عندنا وبعد كمان يعني خليني اتكلم كده او خش في الموضوع على طول احنا عندنا مواجهة مهمة جدا مع منتخب سيراليون وانت تقريبا خير برضو نبقى سورحة مش هنتكلم ان هي مواجهة يعني مختلفة لا هي مواجهة كريم ربما تكوني الى حد كبير قريبة من جبوتي لسبب انت عندك برضو تصنيف مختلف يعني او تصنيفك الدولي بعيد جدا وفي نفس الوقت انت او هو في المركز 122 مصر في المركز 35 غير كمان انت عندك يعني سمياء كتيبة سمياء محترفين اكثر من رائعين وشفنا مباراة يعني ولا اروع يمكن امام جبوتي تختلف او تتفق بقى ان هو ده الوضع الطبيعي وغيره بس برضو انت قدمت فنيات اكثر من رائعة فنقدر نخلص بإذن الله الماتش برضو من بدري عمتا مجموعاتنا اللي انت بتتكلم عنها او اللي هي حتضم هنا تحديدا اثيوبيا وغينيا بيساو وبوركينا فاسو تاني برضو ما هيش مجموعة سهلة يمكن هتكون طبعا اصعب من المصرين اللي فاتوا لكن ما هيش برضو مجموعة سهلة نقدر نقول ان برضو اقوى المنافسين لنا هم بوركينا وغينيا بيساو وتعادوا البقية طبعا المنافسين في اول جولة تالي هيسهل علينا يا كريم المهمة بإذن الله اللي اللي جاي وخلاص برضو انت بتكلم متصدر المجموعة برصيد تلت النقاط فخلينا الوقت بقى نستعرض مع حضراتكم برضو علشان يبقى الكلام كله او تبقى الصورة يعني واضحة بشكل كبير نستعرض تاريخ مواجهات مصر وسيرليون تحديدا هم تقابلوا مفروض مرتين ده كان ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كاس أمم أفريقيا بمكالم 20-12 تعادلنا مرة ويخسرنا مرة تانية والنهار ده بقى بإذن الله يعني نقدر نلحق او نحقق كمان اول فوز لنا على سيرليون وبكرة بعد كده وبعده هتكون بقية المتشاط في مجموعاتنا فكل التوفيق ليهم في اللي جاي ان شاء الله منتخب مصر يكون قدها لكن انا شفت برضو ان بداية كانت جيدة كريم نرجع نقول تاني التصفيات الخاصة بالمونديال اول مبارياتين فيها او ضربة البداية فيها للأسف احنا تعودنا او الفترة اللي فاتت اكدت ان بيكون في عدم توفيق لكن اللي حصل مع الجبوت يعتقد برضو ان شاء الله مع سيرليون يخلي البداية تكون موفقة للجاي لان اللي جاي طبعا بطبيعة الحال اصعب بكتير يعني